السلام عليكم انشأنا في الدرس السابق text form field الأول خاص بالنين بهذا الدرس سننشأ أكيد text form field الثاني اللي هو خاص بالquantity نسمح المستخدم بأنه يدخل الquantity ممكن الquantity ما يكون يأخذ عرض الشاشة على اعتبار أنه هو مجرد يعني رقم الكمية ممكن تكون مثلا يأخذ نصف الشاشة وفي المجال الآخر سنضع drop down button فأوكي إذا مبدئيا بهذا المكان بدل ما نضع هذا text form field بشكل مباشر ممكن بأنه نستعمله raw نضع children وهنا ممكن نضع عنصرين فإذن الأول هو text form field والعنصر الثاني drop down button لكن بالإضافة إلى drop down button العالية عدنا drop down button مخصصة مع form field تعطيني بعض الخيارات وخصائص الإضافية الخاصة بال form field فبالتالي سأستعمل هذه drop down button إذا كتبت كود بهذه الطريقة ومشروطة يعطيني خطأ السبب لأنه أنا استعمل raw بداخل text field بداخل drop down button فبالتالي مفروض بأن كل واحدة أضعها بداخل expanded بهذه الصورة حتى يقبلها مني نفس الحالة هذه أضعها بداخل expanded بالنسبة لهذا الفوم فيلد ممكن أنه أضع نفس الفوم فيلد مبدئيا اللي كان موجود فيه النيم بهذه الصورة بدل هذه النيم سيكون عندي quantity وهنا ما احتاج الماكس لينث خمسين هو مجرد ممكن يكون رقم لكن ممكن أحدد الانيشيال فاليو لو ما تريد تعطيني قيمة فالقيمة الابتدائية هي واحد ممكن تتعدلها لو تريد الوالداشن ممكن نغيرها فيما بعد طيب نشوف بأنه عندنا في drop down button أكيد عندنا items وعندنا ال on change بهذه الصورة بالنسبة لي ال items يريد مني list of drop down menu item طيب أول شيء ممكن نفكر إيش اللي ممكن نعرضه ممكن نعرض مجموعة الألوان والcategories المتاحة يعني بهذا المكان لو نشوف بأنه عندي الماب الماب هذي اللي هي ال entries يسموها يعني في list احنا نذكر بأنه هناك items في الماب نذكر بأنه هناك entries entries يعني مفتاح وقيمة فالمفتاح هذا ما يهمنا طبعا المفتاح هو ال inum اللي يهمنا هو value إذن الكيمة يهمنا يهمنا value القيمة القيمة هي عبارة عن object نوعه category من هذا ال object ممكن أنه نعرض title في string ونعرض الكلب طيب أول شيء عندنا كيف نحول هذه الماب of categories category إلى list of widgets عندنا طريقتين إما أنه نستعمل map function عملنا هذا الشيء في دروس السابقة أو ممكن نستعمل for loop مخصص بالflutter فممكن for loop طريقة الأسهل على سيء مثال final category in categories والآن ممكن بأنه أرجع وجت كل وجت يجب أن يكون نوعه drop down menu item بهذا الشكل طيب أول شيء موضوع categories مفروض بأنه أضع هذه categories يعني أعرف عنصر يمرر في هذه الماب طبعا هذا يعملها import من data category dot dart بهذه الصورة وممكن بأنه أمر بداخل entries اللي هي عبارة عن عناصر الخاصة بالcategories فصارت عندي هذه الكاتيجوري متاحة اللي هي عبارة عن مفتاح وقيمة إذا أريد المفتاح أذكر dot key وإذا أريد القيمة أذكر dot value مثل ما ذكرنا اللي همنا حاليا هو value فإذا أكتب dot value dot title أستطيع أصول إلى title فهنا في drop down menu item أكيد مفروض بأنه عندي child بداخل child سنضع row من جديد هذا ال row سنضع به children ممكن أول شيء أعرض الكالر كيف أعرضه مجرد container سيكون ال height مثلا 16 سيكون ال width 16 بهذه الصورة ومن ثم سيكون ال color ممكن أعطيه من الكاتيجوري اللي هو هذا ومثل ما ذكرت كيف أصل إلى ال color عن طريق الفاليو أول شيء الآن صار عندي object نوعه وكاتيجوري عن طريق هذا ال object أصل إلى ال color بهذه الطريقة بهذا الأسلوب ممكن أنه يعرض لي اللون بعد اللون طبعا ممكن نضع فارزه أو فراغ يعني فبالتالي iconist size box بهذه الصورة وأعطيه width وليكن 6 وحتى بالمناسبة ممكن بهذا المكان نشوف بأنه عدنا expanded text phone field وعدنا ثاني expanded drop down menu item ممكن بياناتهم أيضا تضع فراغ بهذا الشكل حتى يكون الكود مرتب فنرجع مرة ثانية بالdrop down button أول شيء عرضنا ال color على شكل مربع 16 في 16 وبعدها نعرض title أكيد فبالتالي text بهذا الصورة ومن ثم category dot value dot title بهذه البساطة بالنسبة لي ال on change يريد مني function هذه function تستقبل dynamic kernel وبالتالي ترجع void فمبدئيا نعرف function تتعرف بيها القيمة الجديدة إذن ال value بهذا الصورة ومبدئيا أضع عقواس ال function فقط حتى ما يعطيني خطأ control s أو safe أوكي لا نعطاني خطأ طبعا المفروض بأنه drop down menu item بالإضافة إلى child تعطي قيمة لل value وبالنسبة لل values المفروض بأنها تكون unique لأنه لكل item هناك value يختلف عن ال item الثاني أكيد طبعا ممكن سابقا كنا نعمل مثلا value key نعطي كل واحد مثلا مفتاح أو نعطي object المهم بأنه هذا value هو عبارة عن object ممكن تعطي أي شيء المهم أنه يكون unique ممكن هنا نعطي category dot value لأنه حاليا category dot value هو يمثل هذا ال object بالكامل فهذا ال object بالكامل مستحيل يتشابه بكل مرة سيكون object مختلف الآن control s المفروض بأنه يختفي الإراء طيب نشوف بأنه صار عندنا quantity ومبدئيا ال initial value واحد هذا هو text form field الخاص بالquantity وهنا المفروض بأنه صار عندنا drop down button الخاصة بال form field المفروض بأنه بداخلها ال items المعرفة نضغط عليها نشوف بأنه عبارة عن row أول شيء container 16 في 16 أعطاني البداية اللون ومن ثم بعدها شوف بأن أعطاني title بهذا الصورة لو أختار أي قيمة المفروض بأنه يتم تحديد القيمة بهذا الشكل لو تلاحظ بأنه drop down button نوعا ما مرتفع عن هذا text form field فبالتالي لو أذهب إلى هذا ال row ممكن نقوم بإعطيه end بهذا الصورة أوكي تلاحظ بأنه الآن صارت بنفس المستوى الآن بعد ما انتهينا من هذا الكلام ممكن نضع مجموعة البوتنز حتى نعمل set و reset أو نعمل add item بالتالي لو نغلق هذه expanded ونغلق حتى هذا ال row بالكامل الآن لاحظ ما بعد ال row يعني بداخل القلوم نضيف عنصر آخر فبالتالي أيضا سيكون عندنا row بهذا الشكل بداخل ال row children طبعا هنا ممكن نضع فارزة الصور بأنه ما وضعنا فارزة لل row الأول أوكي وضعنا row لأنه نريد بأنه نضع two button الأول على سين مثال سيكون text button الثاني سيكون هو elevated button بهذا الشكل بالنسبة لل function مبدئيا ممكن نضعها بهذا الصورة مجرد أقواس وبالنسبة لل button سيكون ال button الأولى عبارة عن reset ممكن نضعها conist طبعا وال button الثانية ستكون وليكن اسمها add item بهذا الشكل وأيضا نضعها conist وممكن نقسم السطر بهذه الصورة طيب control s نشوف بأنه buttons ظهرت عندي بهذا المكان إذن button reset و button أخرى سما add item طيب آخر شي حتنضبط ال styling الخاص بهذه buttons بالتالي main access alignment main access alignment end حتى تكون موجودة في ال end يعني بهذا المكان وممكن بالبداية نضع فاصلة وبالتالي size box نعطي أكيد height وليكن 16 ومن ثم فارزة وفوض بأنه يترك مسافة 16 لحد الآن الشكل مضبوط ترجمة نانسي قنقر